السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد مع قناة يومية وصفات نسرين ووصفة جديدة الوصفة اليوم ستكون هاد الكيكة ديال الشوكولات اللي كتجي لديدة بزاف كتجي كتدوب في الفم كتجي شيشة شيشة بزاف غتشوف معي القوام ديال هكي كتشي كنسقيوها كتجي متشربة هدي هي انجح وصفة جربتها ديال هاد النوع ديال الكيكات اللي كيكونوا بالشوكولات او اللب الكاكاو اقتصادية المكونات ديال هبسيطة غلي تشوفهم معايا ندوز الضباب باش نشوفوا المقادير والطريقة تحضيره ما تنساوش إلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس هكا بشي بقى يوصلكم كل جديد وإلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تخليوا لي جام وتبرتاجيوا الفيديو مع الاهل والاحبب ديالكم بالنسبة للطريقة اول حاجة غناخدوشي كاسرونة وليندرو فيها كاس ديال الحليب بالنسبة للحليب اللي مكانش متوفر عندكم راتقدروا تدروها بالماء مجربها حتى بالماء كالجيزوينة نفس الكاس غدي نعبروا به كاس ديال سانيدة بالنسبة للقياس ديال هاد الكاس اللي عبرت به انا فكيد ديلي القياس ديال كاس وربع ديال العنبه من بعد غدي نزيد كاس قل الربع ديال الزيت خدوا اي كاس عندكم في الدار يكون الحجم ديالوها كم توسطين مهم يكون موية ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير هنا يعندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو من الافضل تديروا الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو فاتح ما كيكونش هادك الكاكاو اللي كيكون اللون ديالو كحل او لا تقدرو تديرو حتى بكية هادك ديال كاوبيل تديرو هاد المكونات كاملين فق البوطة ونخلطوهم بزيان حتى تطلعنا الغلية في هاد الخاليط يجي طالع بحلي غادي فايد وديك الساعة نطفعو عليه انتم ما غتشوف معايا الشكل ديالو مهم ما توقفوش على التحريك حتى تجي طالع الغلية كيفما كتشوفو ذا برها غلا سافي كي يجي بحلي غادي فايد غادي نطفعو عليه من بعد غادي نقص واحد الكاس اللي القياس ديالو هو القياس ديال كاس العنبه المهمة كاس ديال آتاي غادي تنقصوه هو اللي غادي نخليوه غادي نسقيو به الكيكون بعد ما اطيبنا والخاليط الاخر غادي نديرو انا غي هنا فهد السلافة غادي نخويغي بشي برد ليضغيات قدروا تخليوها غيف الكاسرونة حتى يبرد من بعد عاد باش غادي نضيفو عليها البيض ومكونات هنا تقدروا تضيفو قهوة سريعة الدوابان انا كنت باقي نضيفها من اللول غا نسيتها المهم هي راه اختيارية اللي كي يعجبوه المهدق ديال القهوة يقدر يديرها اللي ما كي يعجبوش يقدر يستغنع لها مهم الى بغيتوا تديروها من اللول كما قلت لكم انا راني غا نسيتها سافي خلطت هذه المكونات مزيان وحطيتهم على جنب على ميد فالي الخاليط واللي غدافي من بعد غادي نزيدو على البيض هنا بالنسبة للبيض حتى جي ثلاثة ديال البيضات ليكون الحجم ديالهم كبير غادي نزيد عليهم واحد القبيسة ديال الملحة تقدروا تزيدو حتى كيس ديال الفاني المهم انك تافيت با الماداق ونكه ديال الكاكاو وديال قهوة سريعة الدوابان ما ضفتش الفاني سوف نضيف الخاليط شوية بشوية لانني انا هنا مازال عندي دافي شوية مازال سخون شوية باش ما يطيب ليش البيض سوف نضيفه بشوية مهم لك ان عندكم الوقت وخليته حتى برد سوف يمشي مشكل كتضيفه دفعة واحدة سوف نخلط هذه المكونات مزيان من بعد سوف نضيفه الدقيق شوية بشوية بالنسبة الكيمياء ديال الدقيق سوف تحتاجوا تقريبا واحدة ثمانية ديال المعالق يكونوا كبار عمرين مزيان بالنسبة الخامير الكيميائية سوف نحتاجوا جوج اكياس ديال الخامير الكيميائية المهم كان نخلط هذه المكونات مزيان سوف نضيفه الدقيق ما كتتحركوش بسعب ممكن تدروح تحريكة خفيفة لما كيدخل هذا الدقيق كيبال لكم دامج مع الخاليط سوف تحبسو هنا غتشوفوا القوام ديال هاكي كيكون ما كتكون شخفيفة بزاق في نص الوقت ما كتكون شتقيلة بعد سوف نحشيشة هنا بنسبة المولد هنتو بالزبدة ورشيتو شوية بالكاكاو نفرغ الخاليطة ديال الكيك ديالي وغادي ندخل الفران اللي يكون بارد مهم انا دخلته ما سخنتوش من قبل تقدروا تسخنوه الى بغيتو مهم دخلته الفران بارد حتى درت الكيكا ديالي عد شعلته ونقص عليه العافية وخليتها حتى طابت على خطرها تقريبا خدها تلي واحد خمسة واربعين دقيقة وعطها بس حيت فاش كيكون الفران بارد كتاخد شوية الكيكا الوقت هنا بننخرجتها مباشرة وهي سخونة غادي تقبوها بالفرشيتة او اللي بالموس المهم غادي تقبوها مزيان باش من تخويو هاداك الخاليط كيما كتلاحظو كيكون عقاد شوية غادي نخويوه فوق الكيكا ديالنا كاملة ونخليو هاكا تشرب على خطرها تقدرو تضيفو شي تزيين إلا بغيتو انا غادي نكتافي يعني غادي نزيد الفيرميسال ديال الشوكالات النيت غادي نزيدها من الفوق تقدرو تخليو هاقي هاكا او تديرو كوكاو مهرمش و اللوز مهرمش و القرقاع المهم تزيين راح كيبقى اختياري وتخليو هاكا كتجي زوينة و كتجي مسقية و كتجي لديدة بزاف هدا هو الشكل ديالها كتجي صراحة زوينة نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها غادي سعجبكم بزاف هنا غا نقطع معاكم وحدة طريف باش تشوفوا القوام ديالها المهمتو ما فاش تسقيوها خلي واحدة تبرد حلا خاطرها من بعد دخلو هالتلاجاز يدخليها تبرد واحد من الساعة و عد قدبوها هنا نقطعها و هي سخونة باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كي يجي بالنسبة لهذا الوصفة فهي وصفة ناجحة مياه في المياه و لديدة كتجي لديدة لديدة بزاف نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك و تبارتاجيوه مع الاهل والاحباب ديالكم الناس اللي اول مرة كيزوروا القناة الى عجباتكم ما تنسوش نتغطو على زر الاشتراك و تفعلوا الجرس هكا بشي بقى يوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة